الدولة فرحة باستحادة ما تم سرقتها بدون العودة يعني بدون معرفة السارق بدون الكشف عن هوية السارق صراحة يعني هسا سيد رئيس الوزراء حاول جاهدا معرفة من قامه وسعه وفككه وفصخه وسرقه وباعه وأوصلها إلى بداخل قيم لو شيره تحديد يعني أبو فيصل خلين نكون صريحين اليوم يوم مواجب يعني دولة رئيس الوزراء جت المواد وهي تابعة للدولة إذا أريد أن يسأل بهذا السؤال جنابك الذي سألتها سأسأل سيد العبادي هذه المواد في 2016 أو أيام احتلال داعش لهذه المناطق تفصخت أمام أنظار سيد العبادي وحتى واحدة من الزيارات سيد العبادي سأل إلى أبي يجي وقف وردت المالة الذي يضطع الإترالات من المصفحة سألتها فسخون به فإذا أريد أن يسأل سيد العبادي وحكومة سيد العبادي هم سيجيبوك على هذا السؤال طيب، لم يتطرقون على سيد العبادي ليسمنوا أنه سيدين لا 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 هذا هو لكن هؤلاء usage في ذلك الوقت ونسرقت المواد أمام عيونه يعني قاعد عامل قوات المسلحة وأرجو وأشوف المواد مسروقة هذا المفروض في السؤال وإذا هو شجاع يعني هو يتحمل مسؤولية الآن؟ نعم طبعا تحمل مسؤولي ينسير هو وحكومته اللي كانت موجودة في ذلك الوقت أيام تفصيخ المصفى وبيعة لجهات